والله لا علمي يا سلام بكونوا شنا وصاير في الماتش داك الماتش عادي هؤلاء الأولاد عايشين معنا عايشنا مشينا عبطنا في جربة في الطائرة مشينا سكننا في جربة ومبعض هزونا كرينا كرابة مشينا بها للبنجردين أنا وقتها ش بديت خاتة دي ما موخي يبدأ يخدم أنا موخي مش كيما الأولاد معنا يبدأ يخدم كملت برمير ميتون ما فما شي فما حتى شي ادخلت سيدي للفستير بالسيف ما فيه مواجه الجاري سبني سبني قلوا كانوا ما عملوا شي عمل لي عملوا في جي بسر أو يبطى شوية اليوم سعيد الكردي كوميسير هو حي قلتوا سعيد فما حاجة وفي برمير ميتون زيرو زيرو فما حاجة عملت حاجة أنا قل لي والله اللي مختار فما ما في السنتر صار ما في السنتر هذا اللي عمليني أمي تثبت وبابا تثب والدنيا الكل والله ما في السنتر قال لي هذا المظفرها الناس وكذا ما جاتش بن جاردين البرمير ميتون قلت له أخويا يا سعيد ما نجمش مبلغ هنا بلغ أخو رئيس الجامعة قال الإيراني فما إمكانية ما رجعت للسين ميتون ونحية حقيقة تينيم تاعي معاود خرج السعيد عاود رجعلي قال لي شفا ما كاذا قلت له من شم زفر لقيقا بعض كلموني اللجنة قالوا لازم ترجع تزفر وزفر كما تحب وهو كلمة من عند وديع أعبت زفرت كل عادة أنا لحقيقة الحاجات اللي نعملهم دي ما في الزويت أصحابي حتى التواجه يتفجعوا منك الكورة تدخل للزويت جاءت كورة إلا توشي لي جيرمو الديفونسور متع المتلوي هذيك اللي غزرت فيها الحراق قطلوا برافو هذيك مش متع الوح هذيك خطر ضغط كبير زفرت البلانتي جاوني جميعات المتلوي قطلوا من رأي كاركتيريزي شوفنا هم بعد لي جيرمو مستيدو الرجل أعمل أبوي وتحب تقيمها حتى تحكميا أبوي مايتسميش وبالصدفة العبيد حط عليها فلوس ومليم لا 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 العبيد والله ما نعلم أنا قلت لك والله ما نعلم راني دعرفها كل شيء ما تكشبه حتى أعلم والله العظيم لا نعلم أقول للعبيد عايشة أنا تعرف بش علمت بيل مااتش قم تسبيح نلقى واحد فرنساوي بعث لي اخوية فيديو ما موليناه ما هو حكي عليه لا لا فرنساوي تخيل عيشها أنت الوضعية هذه عيشها معي زفرت ماتش جيت ومبعد قمت تلقى فرنساوي يحكي عليك رو يقول مقتار دابوس تفجعتين نغسيل السيئس حصيرو كذا سمعت بيها كورة تفرهتن والله من كثر ما قمت تسبيح أنا قمت واقف في الفرنساوي أقول شكونوا هذا شبيه ما كشي عندي دوسي في البيرو ولا دار شنوة عصيرو كسمعت بيها ماتش مبارح تفرهتن جيتهم ودي حل بعض بعد ما أخرجت الحكاية ذي كان حل بعض أنت سهلة الحكاية يا أخي ممكن تحب تشوف شوف الماتش للأخر صدقني يا سلام كانت تحب تحط الماتش متلوي عادلت أربع وتسعين في قلعب السنتراج من عند كتوا ما شكونوا هشم وامين عباس ما عند هشم السنتراج تضربها المنيوي بالرأس جيت عند انفونسانتر أفريكان على ستة مطار يضربها لليبني يناحيها بيدو تعود تضرب على البار تضرب في ركبة الأفريكان وتخرج فوق البار سي متر وقتها هذي كانا ديجا بعضتو دليل راول وديع الجري قلتوا راولي تشريه ودي في بيلو بماتش وعنده فلوس ما يخليش اللاكسيون هذي اللا 94 دقيقة لعبرا هذي قلت لهم وديع الجري لسيديه هذي اللاكسيون هذي ابعثها للفيفر قالوا بالنسبة اللي نحنا كورة بيتراج وكذير انا متنجمش كنت نجم نوقفها متلاثة وتسعين نوقفها مصون تراج راولاكسيون هذي ربي بعث هذي بش كان دليل برائتنا الكل اخوي سهلة هي الحكاية موجودين وين وصلت القضية اللي عملتها بعربي سنة ولا اخر مرة لا دقيقة شبك بشيت للعربي انتي الاخر مرة حتى هشين كمشي النيس جبدوها عليها سألوها عليها قالوا له مختار دبوس قال له مرة لا علم لهو بالوضع ومش يشامل يعيني وقتها وقتها زمن جمال براكات وين وصلت القضية اللي عملتها لقدك بعربي ولي وصلت عملنا المكافحة في المركز النيابة العمومية احالته البحث دون الاحالة معنا البحث البداية مايراجعوش في البحث تمسكه وقره صاحبي يقتلو كمان اصحاب بعض على بعضنا حتى هو نيفو لميتين انتي ززار وانا محامي ما احترامي لززار الكل قال له كيفاش عملتكي قلت له احترمت نفسك بالحق السلام عمري مشكي يتراني لو جيه في اللقنون يحكي قال مختار وقال له واجيه وبيلنتي وكذا يخين ثم تغسيله اللي يلعب البره لازم يحط ببيلنتي تتمرك يحط سكور هذي اللعبة اللعبوه هم يحط سكور وهذا يحط الجمانيه ذيكا بشتربح عندك تفاصيل؟ انا عرفها مشنون الواحد انا عمري ملعب بروم سبور في تونج كيفاش حكم ملعب سيفيره ينقض ويحكي ويحكي على ناجي الجويني مثلا ينقض اسمان اسلام انا توحكيت لك ناجي ما تصدقنيش والعباد تصدق ونصدق شو ما يحطم ناجي ما تصدقنيش دينار احمر في الاربيتراش ما خذتهوش اما هني قتلك اسلام كنتو بارتي بش منخش راني مالاك راني قتلك انت عندي معاملات في خدمتي مع العباد اللي بالضبط والله يا اسلام لازدت عليك كلمة قلت صابر روك اليوم تيعي السلم الميحة عملت معا كنفنسيون بس يملوكي الترنوع هذو ما ثلاثة حاجات اللي موجودين ودي الجري يعرف اللي انا راني